سباق محموم بين عدد كورونا ومحاولة المختبرة العالمية اكتشاف دواء لداء يغزو العالم بصمت لكن ضجيج أرقام الإصابة والوفية المتزايدة في كل لحظة مرتفع جدا رئيس المنظمة العلمية لمواجهة كورونا في إيران أعلن التوصل إلى تركيبة تسيطر على الالتهاب الرئوي الناتج عن الفيروس وأكد أن البروتوكول العلاجي سيكون متوفرا خلال أيام لافتا إلى أنه علاج للالتهاب الرئوي فقط وليس لكورونا روسيا سائرة على خطى الصين والمستلهمة تجربتها في تشييد مستشفيات ميدانية أعلن رئيس وزرائها اختبار ست لقاحات مضادة للفيروس آملا تأكيد فعاليتها قريبا ومن موسكو إلى واشنطن حيث علنت قناة أم بي سي الأمريكية أن علاجا تجريبيا باستخدام دواء مضاد للفيروسات أظهر علامات تحسن واضحة على المصابين بالكورونا خلال 24 ساعة وأكدت أن الدواء الأمريكية دخل رسميا مرحلة التجارب السريرية على نحو ألف مريض مشيرة إلى أن نتائجه ستظهر نهاية الشهر المقبل الإعلان الأمريكي جاء بعد إعلان شركة كيورفاك الألمانية تحقيق تقدم ملموس في تطوير لقاح حيث ذكرت أنها ستبدأ قريبا مرحلة الاختبارات ما قبل السريرية وتجربة اللقاح على الحيوانات على أن تبدأ في الصيف تجربته على البشر بدورها أجرت الصين قبل أيام التجارب السريرية على أول لقاح وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تجارب أمريكية مماثلة وبينما تصابق شركات الأدوية العالمية الزمن وكورونا وتسعى كل دولة لحل هذا اللغز تنتظر البشرية جمع الفرجة واللقاح